اشتركوا في القناة احييكم في هذا اليوم التاريخي لأرحب باسمي وباسم ملاك الهجن وباسم عشاق رياضة الاباء والاجداد في مهرجان الملك عبدالعزيز طيب الله تراه لنرحب بخادم البيتين لنرحب بخادم الحرمين لنرحب بسلمان الحزم لنرحب بسلمان الحزم لنرحب بسلمان المحزة لنرحب بسلمان المحبة فأهلا بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه في هذا اليوم التاريخي في هذا الكرنفال لنرحب دائما وابدا بضيوف المملكة العربية السعودية من يتواجدون بالمقصورة الرئيسية فلو علم الميدان بمن أتى لوقف وباس موضع القدم حيث أعلنت الانطلاقة الأولى أعلنت أقوى الأشواط وأعتاها بالنسبة لأشواطنا العامة حيث الرمز المنتظر الذي يحمل الاسم الغالي يحمل لنا اسم الملك عبدالعزيز طيب الله ترى ليجتمع أبناء الخليج القادمين والمجتمعين في الوطن العربي الكبير ترحبنا دائما وابدا بمن يسكن في قلوبنا أعلن بك أهلا بك يا أبو سلمان في هذا المهرجان ترحبنا بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي أهدي المملكة العربية السعودية لنرحب في هذا الملتقى بهذا المهرجان وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن هذه البداية ويعلن انطلاقة هذا الشوط وهذا المحترك الحقيقي ليبدأ مع حضراتكم بالتحرف على المراكز الأولى مقدمة الشوط أحد الضيوف الأحزاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا المحفل إعصار الضفرة يتقدم في هذا اليوم مع الحزرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ولكن هنا الأموال تتغير وتتحرك مع بالحوت المقدم لطموح طموح اللي تطمح للفوز تطمح للنومات للانتصار طموح يقدمها مبارك بن حمد بن حوت العامري المركز الثاني شعار المنصوري محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع الحزرة المركز الثالث الوصول والقدوم من غالية يقدم لنا غالية هنا سلطان بن حلي بن سلطان السبوسي المركز الرابع القدوم والوصول والانتفاع من الحلالية القدوم من شعار الزعماء حيث يتقدمون عندما يتقدم زعيمهم موسى بن عبد العزيز الموسى المقدم للمدرج الهلالي مع هذا الشعار الذي يحشق الصدار الزعيم يتحرك حيث يتحرك زعماء الهلال المركز الخامس القدوم والوصول من القادم مع المركز الخامس من واقع الشعار مرحبا بك يا خالد السيوف مرحبا بك يا بن شريم ممثلا للمملكة العربية السعودية يقدم لنا الحلاء فمن طلب الحلاء سهر الليالي ومن سار على الدربي وصل يقدم لنا العلاء القادمة بكل قوة بشعار خالد بن فيصل بن شريم المري يقدم لنا العلاء وهو خاطف السيف خاطف الرمز في العام الماضي حيث قدم لنا اعتدال اعتدال يا بن شريم وقدم العنود في مهرجان ولي العهد في مهرجان محمد الفخر في مهرجان محمد الحز امحمد الرؤية الثاقبة امحمد بن سلمان سيدي الرؤية التي نرى فيها الأمجاد نحو التاريخ نحو المراكز الأولى إننا نراك في عيوننا وسلمان في قلوبنا بأرواحنا يا المملكة العربية السعودية الحودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من يتصدر بوزايد بوزايد يقدم لنا الحزرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري وفي عملية التضمير حمود بن محمد بن سالم الوحيبي مضمر من أساطير التضمير من مشاغبي التضمير قدم الفائزة وحصلت على الرمز في هذا المهرجان في مهرجان الملك عبد الحزيز طيب الله ترى حيث تغنوا تغنوا الشعراء وتغنوا كثيرا وكثيرا فمشعل الشويش يردد دائما يحلل أصائل يطويلين الإيمان الهجن دعم إخوان نور عمرها في جايزة عبد الحزيز الوعد حان خلوا منافسها يزود سطرها بسم الذي وحد وطن خير الأوطان مؤسس الدولة ومصدر فخرها شلعن شلعن معزي مع سربة إخوان وعنية يوم احتزا ما قصرها عبد الحزيز الفيصلي ترعى الإيمان بيارك أهل الشرك فعله كسرها خل القبائل كلها ربع وعوان وراية كتاب الله حكمه نصرها الله يعزك يا سلمان الله يديمك يا سلمان الله يحفظك يا سلمان سلمان الفخر سلمان العز حيث اجتمعوا أبناء الخليج بل من الوطن العربي لحضور فعاليات هذا المهرجان هذا المهرجان ها هي رؤية سيد محمد بن سلمان واضحة للجميع واضحة للجميع هو يشوف رؤية جديدة واحنا نشوف بعيوننا 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 الحودة إلى مقدمة الشوط إلى الصراع إلى النزاع إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط حيث الحزرة من تحتل المركز الأول من يقدم لنا الحزرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ولكن بن شريم بن شريم يقدم الضبي خالد بن فيصل بن شريم المري يبحث عن النومات عن النومات كما فعل قبل قليل وضحة إلى محمية الفقع بدولة الإمارات الحربية هناك بمركز الإبحاث ذلك المركز الذي أنتج العديد والحديد من السلالات الحريقة للمحافظة على هذه الرياضة الأصيلة حققوا النومات ويفكرون في الانتاج المستقبلي وهذا ما نطمح إليه دائما في رياضة الأباء والأجداد حيث بإذن الله سوف نرى أسماه جديدة مؤسسات تحمل اسم المملكة العربية السعودية ها هي أمال ورؤية الشعب السعودي بأن يروا مؤسسات سعودية مشاركة قوية تنافس المؤسسات الكبرى الحودة إلى مقدمة الشرط كما يفعل بن شريم كما يفعل بن شريم خالد بن فيصل بن شريم المري الملقب بخالد السيوف الملقب بخالد السيوف الله وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثاني الشاهنية يقدم الشاهنية منصور بن قدل الأحبابي بوسعد يقدم شعاره المركز الثالث بندري بندري مع المركز الثالث مع منحاشة ولكن هنا الحلاء قادمة وخالد بن فصل بن شرم وأيضا القدوم من هلا وسلطان بن علي السبوسي يقدم شعاره الوصول القدوم الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا مولاي يا خادم الحرمين ويا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن حبد الحزين آخر الأمتار اسمحوا لبلكم نايف لبلوي يبي جن جنون يبي جن جنون بالوصف والتحليق مع السبوسي مع بن غدير السبوسي بن غدير بالخرس الكتبي خالد بن شرم خالد بن شرم محركة الرمز محركة الرمز ما زال السبوسي ما زال السبوسي مع المركز الأول يقدم على سلطان بن علي بن سلطان السبوسي المركز الثاني بار كلين بار كلين إحدى مشترياتي للواثق إحدى مشترياتي للواثق من تبوك من تبوك الورد من اليوم الورد بار كلين ولا السبوسي بن غدير ولا السبوسي ولا بن شرم الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة أبنى راشد أبنى راشد بن غدير بن غدير الواثق بذقة الكبار بحضور الكبار محمد بن راشد بن غدير باركلين 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 المين بارك المين بارك ما لحلا بنغدير الاحتار الاخيرة ابنه راشد بنغدير الاكتبي بلثقة الوادق يا مرغم الو تهانينا ولا السبوسي ولا السبوسي ولا السبوسي السبوسي يخطف النماش بالأمتار الأخيرة بالأمتار الخطيرة خاطف الفوس والنماش والانتصار مع هلا وحلا بك يا هلا هلا بك يا هلا تهانينا والنماش لسلطان بن علي بن سلطان بن اهلال السبوسي ضيفنا الحزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة نهني على هذا الفوس وهي صاحبة السبوس في العام الماضي هناك في دانة الدنيا دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن بحزم سلمان وبرؤية محمد أتى الجميع للمشاركة في المملكة العربية السعودية لتكون المملكة دائما جامعة للأحباب للأقطاب في كافة المهرجانات دعم حقيقي لرياضة الأباء والأجداد لهذا الموروث الشعبي الأصيل الذي نعشقه ونحبه دائما التوقيت الزمني وهو هي أجمل لقطة في هذا المهرجان بعد لقطة حضور مولاي خادم الحرمين الشريفين هنا محمد المحبة القلب يتكلم قبل اللسان أهلا بك يا أبو فهد وأهلا بك يا أبو سلمان في اسم الجميع أهلا بخادم البيتين أهلا بخادم الحرمين مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي أحزنا أحزه الله وأدامه وأبقاه ذخرا لنا يا رب العالمين هكذا شوط رئيسي قضية اشتركوا فيه في شوطنا العام جميع أبناء القبائل بعد قليل يا مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن في المقصورة الرئيسية سوف يكون أقوى أشواط مهرجاني جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ترى التوقيت الثمني 12 دقيقة 28 ثانية وسبعة جزاء من الثاني هو توقيت غلا تحانينا لمالك غلا على هذا الفوز من قدم لنا غلا سلطان بن علي بن سلطان السبوسي المركز الثاني 12 دقيقة 28 وسبعة جزاء من الثاني نفس التوقيت يؤكد بأن المنافسة قوية وشيقة تحانينا لمالك باركلين حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث كان الوصول مع ثالث المراكز أرقى لخالد بن فيصل بن شريم المري والتوقيت الثمني 12 دقيقة 29 وسبعة جزاء من الثانية هكذا متابعينا في كل مكان هي النتيجة النهائية للثلاث المراكز الفائزة الكل متنومس في هذا المهرجان كل يبنوا ماس في شوط التحدي والسبيل لمصافحك ما فكروا في الجائزة وارقامها رغم الدعم الكبير رغم الدعم القدير لهذا المهرجان لأن السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين وعلى سيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو أكبر شرف ونوماس ومن بعدها الجائزة المغرية الرؤية الثاقبة والناجحة دعم المملكة واحتياجاتها بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة أتكلم عن الرؤية الثاقبة لأنني أحد أبناء تابوك الورد بالقرب من نيوم ذلك المشروع السعودي المخطط بناءه لمدينة عابرة للحدود اشتركوا في القناة